هل تعرفوا أن ربنا شمل في كتابه الكريم كلمات من أصل غير عربي؟ انطلاقاً من هذا أقدم لكم مثالاً لكلمة أصلها سانسكريتي وهي زنجبيل مرحباً بكم في قناتي على يوتيوب أنا عمر طالب الطب وطالب العلم في ولاية من الولايات المتحدة ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً عيناً فيها تسمى سلسبيلاً نجد في هاتين الآيتين من سورة الإنسان كلمة زنجبيل الزنجبيل نبتة منتشرة في العصر الحديث حول العالم ويستختم في الطبخ في ثقافات مختلفة لو كنت قد شربت شاي الزنجبيل من قبل فستتذكر أن له طعم خاص لا ينسى هذه النبتة بدأت زراعتها في جنوب قارة آسيا وفي اللغة السانسكريتية التي هي اللغة المقدسة في شمال الهند كانت تسمى سرينجافير هذه الكلمة موجودة في اللاتينية زنجبيري عن طريق زنجبيريس اليونانية وحتى الكلمة الإنجليزية جينجر مأخوذة من اللاتينية المأخوذة من اليونانية المأخوذة من السانسكريتية على كل حال بقي عندنا سؤال مهم هذه الكلمة لم تظهر من العدم فجأة في السانسكريتية ولكن نحن نجهل أين نطقت لأول مرة حيث أنها موجودة في النصوص السانسكريتية القديمة ولكن ليست في الأصل بذاتها سانسكريتية من الأرجح أنها مأخوذة من أصل درافيدي أي اللغات الأصلية لجنوب الهند التي لا علاقة لها باللغات الهندية في الشمال ومن أين أتى بها أهل درافيدي ربما كانت قبيلة في جزيرة من جزر أندونيسيا من أطلقت على هذه النبتة اسمها ووصلت عبر القرون إلى السانسكريت ومن هناك ركبت الرحلات التجارية ووجدت رتبة في اللغات السامية ومن ثم نرتلها في القرآن المجيد هو الذي جعلنا للأرض مهدا وجعلنا فيها سبولا قد اتصلت الرحلات التجارية بين شعوب وقبائل من قبل ما خط الإنسان بالقلم وقد مر بهذه الدروب المنسية القرآن وفي آياته نسمع بعض أصدائها